السلام عليكم النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كوب كيك سهل وبأشكال مختلفة وطعم حلو جدا الكيك كده خفيفة قوي من جوة وحقول لكم ازاي نعمل الكريمة البودرة بطريقة سهلة علشان في ناس كتير بتشتكي ان الكريمة بتبقى خفيفة معيهم ولما بيعملوها مش بتديهم اشكال كده سبتة فالنهاردة هقول لكم ازاي تخلوهم متماسكة وشكلها حلو وكمان بدسم اقل غير اللي احنا متعودين عليها بس قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش اشتركوا في قناتي لو لسه مشتركتوش وتعملوا لايك وشير الفيديو ده لو حبيته ويلا بينا نبدأ على دول مكونات الكيك بسيطة جدا هنحتاج كوبايتين ونص من دي يكون منخول وكوباية وربع من الحليب يكون دافية شوية ما يكونش سخن لا دافية كده حاجة بسيطة وكوباية سكر اللي بيحب السكر اكتر من كده يزود ربع كوباية كمان بس انا مش حاب لنا ازود تانية علشان لسه هنحط شوية في كريمة التزيين وثلاث دربع كوباية زيت وثلاث بيضات كبار مهم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ نكون مطلعين من التلاجة قبلها بوقت ومعلاها صغيرة خل ووزنه تقريبا 16 جرام يعني تقريبا يعمل ثلاث معلق صغيرين ومعلاها صغيرة فانيليا وخمس معلق كبار كاكاو هحط لكم كل المأزير دي في صندوق الوصفة تحت الفيديو اول حاجة هحط البيت وهزود عليه الخل والفانيليا والسكر واخلطهم مع بعض كويس لغاية اما السكر يختلط بالبيت ويعمل كده فوم ممكن نستخدم حاجة واحدة بس من الخل او الفانيليا بس انا بحب اضافة الخل في الكيك لانه بيدي تراوة كده للكيكو بيخليها خفيفة وبعد ما اخلطهم هزود عليهم الزيت واخلطهم تاني وبعدين هزود الحليب واخلطهم مع بعض تاني وبعدين بجيب المكونات الجفة كلها وبنخلها مع بعض الديق والكاكاو والبيكين باودر انا نخلت الديق مرة قبل كده وهنخله تاني مع المكونات الجفة علشان يدخل له هو اكتر ويبقى اخف واخلطهم مع بعض كويس لغاية اما ما يبقاش فيه اي اثر للديق خالص ويبقى عندي بالقوام دوا وبعدين هوزع ورق الكابكيك في الصينية اللي مش متوفر عنده صينية الكابكيك مفيش مشكلة ممكن يستخدم الاوليب الالمونيوم اللي بتبقى عاملة زي ورق الفويل كده وبحط فيها الورق العادي ولو مفيش كمان الاوليب الالمونيوم دي برضو مفيش مشكلة ممكن نستخدم ورق الكابكيك بس يكون فيه نوعية بتبقى نشفة كده شوية ومسكة نفسها مش بتبقى طرية ممكن نحط اتنين فوق بعض وبنرسطهم على صينية عادية وبندخلها الفرن وبعد ما بتستوي بنشيل الورق الزيادة اللي من تحت وبنستخدمه مرة تانية وبعدين بفضل خليط في الاوليب انا حطيتها في حاجة كده اللي هبوس شوية علشان تنزل بسهولة واقدر اتحكم في المقدار من غير ما اوقع كده حوالين الاوليب وبعدين بحط الخليط لغاية ما بيوصل لتلات اربع القلب ما نقللش عن كده علشان تطلع عالية وحلوة وبرضو ما نزودش عن كده علشان لو زودنا لما تدخل الفرن بترتفع كده وحتفور وحتطلع على صينية من برا وتبقى شكلها مش حلوة هتلزق وبعدين بخبط الصينية كده شوية خبطتين تلاتة علشان وشها كده الخليط بتاعي يتساوى واي فقعات على الوش تختفي وبعدين هدخلها فرن متسخل من قبلها لازم اسخن فرن من قبلها لمدة عشرة خمساشر دقيقة وهدخلها على درجة حرار مية وتمانين لمدة خمسة وعشرين دقيقة وبعدين طلعتها من الفرن واختبرت واحدة بواد خشب لقيتها استود ومطلعتش اي سوائل هتلعها بقى من الاوالب بتاعتها او مصانية وحسيبها تبرد على شبكة وبعدين عايزة وريكم بقى واحدة عاملة ازاي من جوة طرية قوي وخفيفة عاملة كده زي السبونش او السفينجة والكيكا لما بتبقى فيها فرغات كتير كده من جوة تعرفوا انها بتبقى خفيفة كده وهشة ومش مكتومة نيجي بقى هنا للتزيين انا هسيح شوية شوكولاتة بيضة على حمام مية سخنة او ندخل الميكرويف لغاية ما تسيح وبعدين مش محتاجة انا كمية كبيرة هي كمية صغيرة وبس هزود عليهم نقطتين كده من اللون الاخضر الجيل واخلطهم كويس لغاية اماوسة للدرجة اللي انا عاوزيها الشوكولاتة للأسف ما تنفعش تتلون بالالوان البودرة لانها لو تحطت عليها الوان بودرة هتعجن كده ومش هتلون وبرضو الالوان الجيل ما نزودش منها كتير لانها بتتقلها كده شوية وافضل الالوان لتلوين الشوكولاتة البيضة هي الوان زيتية مخصوصة للتلوين بس هنفيش مشكلة من الالوان الجيل انا استخدمتها دلوقتي بس هننقطرش منها علشان بتتقل الشوكولاتة زي ما قلت لكم وبعدين حطيتها في كيس حلويني وهفتحوا فتحة صغيرة قوي قوي وبعدين هستخدم كده بسكوتات صغيرة دي اللي بتتبع مع الشوكولاتة والجبنة اللي هي بتاعة الاطفال اللي بيغمسوا كده بيها وكمان في المخابس برضو بتتبع ممكن نستخدمها وبعدين هحطها على ورقة زبدة وحمشة عليها كده خطوط رفيعة قوي من نهاية البسكوتة كده علشان اعمل شكل شجرها وبعدين وهي لسه طرية هرش عليها شوية سبرينجلس ملونة علشان تلزق عليها وحرش عليها شوية جليتر وطبعا التزين ده اختياري انا بس بديكم شوية افكار بعمل كم واحدة بس على قد ايه كم واحدة الكوب كيك اللي انا هعملهم بالشكل ده وبعدين مش بحركها خالص وبسيبها لغاية ما بتنشف او بنحطها في التلاجة على صنية مش بنحركها لغاية ما بتنشف نيكي بقى هنا لكريمة التزين اللي مع قدنس كتير بسبب انها بتطلع خطيفة قوي او تقيلة زيادة عن اللزوم فمش بيعرفوا يستخدموها او يتحكموا فيها بسهولة فبتطلع التزين بتاعتها الكريمة كده ما بتبقاش نعمة في الاخر هستخدم هنا كوبايتين من الكريمة البودرة اللي هي الكريم شانتي وعشان الكريمة البودرة بتبقى فيها نسبة دسم عالية هستخدم معهم كوبايتين من الحليب يكون خالي لدسم وطبعا زي ما تحبوا بس انا استخدمتو خالي لدسم علشان تبقى خفيفة شوية وثلاث معلق كبار من السكر البوترش وبس كده هحط كل المكونات مع بعض بس لازم الحليب يكون سائع جدا جدا مطلعينه من التلاجة ونستخدمه على طول ما نسيبوش لغاية ما يبرد وده سبب في نجاحه لان لو استخدمناه بارد الكريمة مش هتتضرب كويس وبعدين بضرب على اول سرعة علشان البودرة كده بتتير في كل حتة والاوضل نضربها في حاجة غويتة علشان وحنا بنضرب الكريمة بتطرتش كده على وشنا وبتطرتش في كل مكان والبهدل الدنيا وده من الناس بديه بتبقى أصعب مرحلة علشان البهدل بتاعة الكريمة زيد فعشان كده دايما بحب أستخدم تكون أغويت حاجة عندي اللي أنا أضرب فيها وبعدين أول ما بدربها بتبقى خفيفة كده وبعدين بتبتدي تتقلب التدريج واحدة واحدة لغاية لما بتوصل للكوام المزبوط اللي أنا عاوزها بعد ما الكريمة وصلت للكوام دوت هو ده اللي أنا عاوزها بالضبط مش عايزاها أخف من كده لإني لسه هزود عليها ألوان وحتبقى خفيفة شوية لما أقلبها هقسمها لتلاتة تلات أطباق يعني واحدة هسيبها لونة أبيض والتنين التنين يعني واحدة هلونة باللون الأحمر والتنين باللون الأخضر أنا استخدمت هنا الألوان الجيل ممكن تستخدموا هنا البودرة ما فيش مشكلة بس بندوب الألوان البودرة الأول مع معلها صغيرة من الميا مشكلة بها الألوان البودرة هنا إنها بتخلي الكريمة بتبقى مالحة شوية لو انقطرنا فيها لكن لو هنستخدمها بكمية قليلة ما بتأثرش خالص ما فيش مشكلة وبعدين أنا بحط هنا اللون بالتدريج لغاية أما بوصل للدرجة اللي أنا عاوزيها وبعد ما اللون الأخضر عملته هعمل الأحمر بنفس الطريقة مشكلة بقى اللون الأحمر هنا مع الكريمة إنه مش بيدينا اللون أحمر غامق زي اللي إحنا كده بنشوفهم بيتباع في المحلات بره فعشان كده هقول لكم على حلين أول طريقة إنكم بتحطوا اللون الأحمر على الكريمة وتزودوا منه شوية بحيث يبقى لونها كده بنك غامق وبعدين بتغطوها وتصيبوها في التلاجة 24 ساعة وحتلقوها لونها غمق وباقت حلوة زي اللي بنزدد بره يعني والطريقة دي دي اسمها طريقة التخمير لإنه احنا بنسيبها وقت كبير جدا في التلاجة فاللون كده بيغمق وبيتعمق كده أكتر وده طبعا حالي للي عنده وقت إنه يعمل كده والطريقة الثانية اللي أنا هعملها دلوقتي إني هزود اللون لغاية أما يبقى عندي لون بنك غامق قوي وبعدين هزود عليها نقطتين من اللون الأصفر واللون الأورنج بس نخلي بالنا ما نزودش كتير في اللون الأصفر والأورنج يدوب نقطة واحدة من هنا ونقطة واحدة من هنا علشان بس ما يتحولش لدرجة تانية خالص نيجي بقى هنا الأحلى خطوة وهي التزيين أول شكل هعمله اخترت القمة اللي شكله عامل كده جاي بدوران كده شوية وبعدين حمشي على الكيكة بالطريقة زيد ولازم طبعا الكيك يكون برد خالص علشان ما تسايحش الكريمة وأنا باستخدمها وبعدين بعد ما عملتها بالطريقة زيد حرش على شوية سبرينكلز ملونة وبحط شوية لولي كده فضي بطريقة عشوائية وبعدين عندي ورق ذهبي دوت بيبقى خفيف كده شوية وبيتقطع كده بسهولة بالإيد هاخد منه ووزع على الكريمة بشكل عشوائي طبعا كل التزيين ده اللي أنا استخدمته قابل للأكل وآمن ما تقلقوش وده اختياري حسب ما تحبه أنا مجرد بديكم أفكار علشان تنوعه لو عندكم مناسبة نيجي للشكل التاني أنا هستخدم فيه فراولة قطعت الجزء اللي تحته علشان تبقى متساوية وأقدر أثبتها بسهولة هاخد شوية كريمة وحلسة الفراولة فوقيها وبعدين هعمل بقومعة كده تكون فتحيته ديقة شوية وارتات صغيرة حوالين الفراولة كان ممكن ما استخدمش فراولة أو أعمل بالكريمة بنفس الشكل دوت بس أنا حبيت أعمل كده علشان متبقاش كلها كريمة كده وكمان لما نيجي نقطها وانا كلها بتبقى طعمة وشكلها حلو ممكن كمان بدأ من استخدم الفراولة نيجيب اللي هي الكونو تحت الايس كريم ونستخدمها بس نقصرها شوية علشان بتبقى طويلة قوي برضو بتدي شكل حلو قوي وبعدين أخدت جزء من الكريمة البيضة ومحطتش فيها أي قمعة خالص هستخدمها من الكيس على طول كده وبعدين هعمل دورون حاولين الكريمة الخضرة بالشكل دوت وبعدين هرش عليها شوية سكر بودرة علشان تدينا شكل التلك كده كأنه نزل عليها أنا كمان هزوت شوية جليتر فضي عليها بس السكر البودرة نرش عليها قبل التزيين على طول لإن الكريمة بتشربه بسرعة وبعدين وزعت شوية نجوم كده من تحت وواحدة كده من فوق وبردو شوية اللي يفضي بشكل عشوائي الشكل التالت استخدمتي فيه الكريمة البيضة بس قبل ما أحطتها عملت فتحة صغيرة كده من الكيك في النص وبعدين وزعت الكريمة هاخد بقى الشجرة اللي أنا عملتها من شوية وأحطها فيها بالشكل دوت وإحنا بنحطها نمسكها من البسكوتة من تحت علشان الشوكولاتة لو ضعيفة شوية ما دي تقصرش وهزوت شوية دي سبرينجلز زي اللي حطيت منها على الشجرة نرش عليها الشكل الرابع بعمل زي الشكل اللي فات بس غيرت اللون وطريقتي تزين شوية عملت باللون الأحمر والأبيض ووزعت عليه شوية من الورق الدهبي وبردو بطريقة عشوائية ودوير شوكولاتة بيضة من فوق الدوير ديات أنا سيحت شوية شوكولاتة بيضة صغيرين وبعدين عملتها دوير كده على ورقة زبدة وسبتها لغاية ما نشفت وبعدين زينت بها من فوق كده الشكل الخامس والأخير أنا عملته بشكل عشوائي شوية ما كانش فيه شكل معين في دماغي باقي الكريمة البيضة علشان ما كانتش كتير فغطيت بيها الكوبكيت بالشكل دوت وبعدين عملت وردات باللون الأحمر كده وشوية لولي برضو وشوية جليتر أخضر من على الوش يعني ما كانش فيه شكل معين في دماغي فعشان كده عملتها بالطريقة زياد الكريمة البيضة لأسف كده خلصت فأنا كنت زودت شوية في الكريمة الملونة لسه كان باقي عندي كريمة لونة أحمر وأخضر فحزيون بها بقى بقى الكوبكيك وبس كده عملت خمس أشكال بطريقة سهلة وما استخدمناش حاجات كتير والتزيين المتوفر عندكم ممكن تستخدموه حتى لو استخدمتوا كريمة ملونة وبس هتبقى برضو شكلة حلو قوي خليط الكيك ده عملي 23 واحدة كوبكيك والكريمة كميتها تقضي كل الكوبكيك اللي أنا عملتها أنا زي أنت بس 12 واحدة يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم وحبتوه وأي سؤال سيبوا لي تعليق تحت الفيديو وأنا إن شاء الله هرد عليكم ما تنسوش اشتركوا في قناتي لو لسه ما اشتركتوش وتعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو واشوفكم إن شاء الله على خير الفيديو الجاي وباي باي اشتركوا في القناة